نبقى في عالم الصحة أصدقائي وهذه المرة المناقشة واحد من أبرز الأمراض الشائعة بين الناس والذي يصيب عشرات الملايين المثانة العصبية ما هي أعراض هذا المرض وكيف يمكن علاجه كل ذلك وأكثر نتعرف عليه ما ضيفنا في الستيديو الطبيب المختص في أمراض وجراحة المثالك البولية دكتور مأمول خطيب صباح الخير دكتور مأمول أهلا وسهلا صباح النور أهلا وسهلا أهلا فيك دكتور بداية لابد أن نتعرف عن طبيعة عمل المثانة بشكل طبيعي حتى نعرف فيما بعد الفرق ما بينها وما بين المثانة العصبية أول شيء أن نعرف وظيفة المثانة المثانة هي عضو يشبه الأجاس يعني إذا كان مغلق ويتمدد وهو مستودع البول الذي يأتي من الكليتين عن طريق الحالبين ويقع في أسفل الحوض لذلك هناك أمراض عديدة تصيب المثانة طبعا أحدها هي الأمراض المثانة العصبية أما نحن يعني منتطرق أول شيء للأمراض السائدة في أمراض المثانة والأكثر عرضة للناس كلها هي التهابات المجاري البولية اللي ممكن إذا تمت استمرت أو ما تعالجت بشكل صحيح تأدي إلى المثانة العصبية طب خلينا نعرف المثانة العصبية بداية دكتور نتعرف عليها ما هو هذا المرض وأنواعه أيضا المثانة العصبية هي عدم انتظام بتفريغ البول نعم يعني نحن نعرف أن البول كيف تأتي عملية التبول أنه بيأتي أمر تمتلئ المثانة المثانة تعطي أمر أنه متلئت إلى الدماغ الدماغ بيعطي أمر للأعصاب أنه تفتح المثانة المعصرات تفتح المثانة العصبية هو عبارة عن خلل عن خلل فيها المنظومة هي يعني بأمر التبول وفتح المثانة طبعا هناك أسباب كثيرة للمثانة العصبية المثانة العصبية أسباب كثيرة ممكن يكون تراوماتيك يعني قطع بالحبل الشوكي أو أمراض التصلب اللويحي مثل السكليروزيس أو يكون أمراض شائعة باركنسون أو التهابات ممكن تأدي لهذا الشيء أسباب كثيرة تكون سبب طيب دكتور يعني منذ أن يكون الإنسان طفل كيف ممكن مثلا الأهل يعرفوا أنه هذا الطفل في عنده مشاكل هي إشارة للمثانة العصبية يعني كما ذكرت الالتهابات أمر شائع لكن ما هي طبيعة الأعراض بالضبط التي تشير إلى وجود مشكلة حقيقية هناك إلى أعراض طبعا متى منقول عن شخص أنه عنده مسانة عصبية هناك عرض مهم أنه كثرة التبول يعني نحن نعرف الإنسان ممكن ثلاث مرات لأربع مرات يكون التبول عنده في اليوم أما وقته يكون سبع مرات اثمان مرات هذا ممكن يكون عنده مسانة عصبية بالإضافة أنه كمية التبول مثلا كمية قليلة أو عنده زحير بولي مثلا ممكن يكون فيه مرضى يعني نقطة ثلاثة ممكن تاخدك على الحمام هاي أحد الأسباب بتأثر على المسانة العصبية لكن كثرة التبول ممكن أحيانا أيضا حصر البول ممكن حصر البول ممكن كثرة التبول ما يكون مسانة عصبية ممكن كثرة التبول مسانة عصبية يعني ممكن ما يكون مسانة عصبية طيب دكتور يعني فيه أسباب كثير حكيتنا لو نفصل بهذه الأسباب وكمان نعلم أنه المسانة العصبية متعلقة بأمراض أخرى عصبية فحكي لنا عنها الأمراض العصبية المتعلقة فيها هي نحن يعني حكينا أول شيء مركز التبول يعني فيه مركزين للتبول المركز الدماغي هو اللي يعطي أمر للمسانة واللي بنفذ هو بالعصب اللي بين الـ S2 والـ S4 العصب بالحوض هذا بيختلف نوعين من المسانة العصبية في عنا مسانة عصبية رخوية أو تشنجية إذا كانت الإصابة بالدماغ بالدماغ الإصابة بالدماغ وما حتى مركز التبول بالـ S2 هذا بتكون مسانة عصبية تشنجية هي بتكون كمية البول فيها قليلة يعني المريض بيكون مثلا ممكن 30 سي سي تحسي بده يتبول ما عاد يغضي هاي أحد أسبابها بالإضافة أنه يكون وقت بتكون الإصابة على مستوى الدماغ ممكن يكون معه contracted بالإيدين أو الرجلين يكون معه تشنج بالإضافة إلى تشنج بمعصرة فتحة البراز يعني هاي الأعراض الإجماليا بيكون الإصابة بالدماغ وهاي أكتر شيء ممكن قطع الحبل الشوكي بسبب الحوادث تلاقي مرضى أو باركنسون مرض باركنسون أو الأمراض السكرية يعني المرض السكرية تعرفين أنه بيسيب الأعصاب ممكن يأثر على أعصاب المسانة بالإضافة أنه ممكن نحكي على المسانة العصبية الرخوة هاي عندناس كتير بتصيبها عندناس كتير وتكون كمية المسانة نعرف أنه كمية البول من 300 إلى 500 سي سي نعم الطبيعي هدولي بيصير بتكبر بس هي المسانة ممكن تكبر لحد الألفين سي سي تصير تساءة لا المريض بيجي لك ما بحس بالبول أو ما بيعرف حاله أنه عبيبول البول عبي يطلع شوي شوي من نفسه بيطلع بيتمع بكت البول بدون ما يتحكم فيه بيجي المريض ممكن نلاقي زي البالونة ببطنه هاي الرخوة هاي المسانة العصبية الرخوة طبعا هاي إلى أسباب وهي الأسباب أكترية الأسباب اللي بتصيب الأعصاب المحيطة هو السكري أكتر الأنواع اللي بتصيب لهي الالتهابات المزمنة الالتهابات المزمنة بالإضافة إلى باركنسون التصلب اللويحي هذول الأمراض اللي بتصيب المسانة ممكن كمان يكون عرض من أعراض الاسباينا البيفيدا أو ما يسمى بالاسباينا البيفيدا طبعا هذا اسباينا البيفيدا يعني لأنه الأعصاب بين الثنين والأربعة بتكون مكشوفة ممكن تكون التهاب بالأعصاب بسبب السبينة بيفيدا هذا بينكشف يعني على وقت ما ممكن ينكشف لأنه من وقت بيولاد بمرحلة مبكرة بتنكشف السبينة بيفيدا طبعا هل ممكن ينتج على المسانة العصبية تبول لإرادة عند الأطفال أو حتى عند الكبار طبعا هو التبول اللا إرادة ممكن يكون سبب كبير من أحد أسباب التبول اللا إرادة المسانة العصبية لذلك نحن وقت بيجي المريض لأنه بالتبول اللا إرادة منطلب منه شغلتين تحليل بول وأشعة مقطعية أو تلفزيونية إيكو للمسانة منشوف حجم المسانة إذا كان حجم المسانة صغير ممكن تكون المسانة متشنجة هاي مسانة عصبية تشنجية أو تكون رخوة مثلا هذا المسانة الرخوة بيكون مثلا حجم المسانة هي عند الطفل 200 سي سي ممكن تلاقيها 800 سي سي هذا معه بيجي أمر يفرغ البول بيصير عنده أورفلو بيتم بيبول الولد بيتم بيبول بيتم بيبول ذلك أحد الأسباب التبول لإرادة المسانة العصبية طيب حدثنا دكتور في حال كان هناك أي مضاعفات خطيرة لهذا المرض ممكن أن تنتج عن المسانة العصبية المسانة العصبية طبعا النتائجة أول شيء الالتهابات المتكررة الالتهابات المتكررة بالإضافة إلى خروج البول عدم إخراج البول مما يؤدي إلى ارتداده وهذا ارتداده بيسبب لا سمح الله فشل كلوي وبالإضافة إلى فقر الدم بالإضافة أن الحالة الاجتماعية يعني تصوري واحد مثلا ما عم يتحكم بالبول طوال ما ماشي تيابه يعني عليها بول ريحته من حال النفسية كمان بيأثر على المريض كتير طيب دكتور مما أنك تحدثت أنه يعني للأطفال وليلا ممكن يعانوا من التبول لا إرادي بسبب المرض هذا المسانة العصبية أنا حابة شوي تحكي لنا عن نصائح للأهالي بخصوص هذا الموضوع كيف ممكن يقننوا من هذا التبول لا إرادي أو يتعاملوا معه بطريقة سليمة وصحية نصائحنا نحن أول شيء نصائحنا علاجية إذا فيه علاج ممكن نعطيه ممكن نعطيهن تمارين للمرضى مثلا مثلا التمارين ججل من وقف عليها بالإضافة إلى أدوية بالإضافة أنه تخفيف كمية السوائل ليلا يعني للمريض نقول له مثلا من وقت غروب الشمس مثلا خفف السوائل أو مثل ما مننصح الأطفال مثلا قبل النوم بساعتين ما يأكل ولا يشرب مشان تخف كمية السوائل اللي بتطلع بالليل نعم طيب دكتور هو معروف أنه هذا مرض مزمن ما فيه علاج نهائي ممكن أنه ينهي فخبرنا كيف ممكن التعامل والتأقلم مع هذا المرض علاجيا هلا ممكن ما فيه مرض ينهي ما فيه علاج ينهي بينتهى ما ممكن ينتهى عن نهائي أما ممكن يعيش الواحد يعني بالضغط يتأقلم معه ويعيش حياته نعطيه تمارين نعطيه مثلا حتى المرضى اللي ما بيقدروا يبولوا من علمهم يصيروا لنفسهم يساو قسطرة ذاتية لنفسهم ويفرغوا البول كل مثلا ثلاث ساعات أربع ساعات لأنه الهدف هو يعيش الإنسان حياة صحية كريمة بها الفترة ما يكون مأثر على أطرافه وعالناس اللي حواليه هذا السبب نحن منعطيهن تمارين للعائلة منعطيه تمارين إذا كبير الشخص كبير من علمه يساوي أسطرة ذاتية كل ثلاث ساعات لنفسه يفرغ البول وساعته ممكن يطلع على السوق ويروح بدون ما يركب أسطرة في ناس كتير عايشين نعم يعني ناس كتير كتير عايشين في بعض الحالات ممكن يتساوي لهم عمليات طبعا خاصة بالمساني العصبية التشنجية ممكن تتوسع المساني ممكن ناخد بعض المرضى نساوي لهم مساني جديدة يعني ناخد من الكولون ونساوي لهم مساني جديدة صار في عملية زرع مثاني حاليا؟ يعني ما صار عملية زرع مثاني لحد الآن ما صار عملية زرع مثاني؟ نعم دكتور مأمون خطيب أغلو شكرا كتير لك لوجودك الله يسلمك الله يسلمك شكرا كتير على استضافتكم الله يسلمك شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر